كاملة معاك اليوم شوفنا لاعب تونسي لأول مرة في البرمير ليج صحيح لعب درجينة كهو لكن على الأقل حاجة تفرح وتبشر برشة خير لأنيس بن سليمان معا شفيلد يونايتد اليوم اللي انهزم واحد بلاج ذات كريستال بلاس أنيس بن سليمان تخلي في دقيقة ثمانين والحقيقة نتصور حسب رأي الشخصي أنيس بن سليمان بشلقة ربما بلاستو تدريجيا في شفيلد يونايتد صحيح معنا حتى طريقة اللعب نتعش في الريالعب ثلاثة خمسة ثنين نعرفوا أنيس بن سليمان خاصة في وسط الميدان سنجور بوليفالون اللي نجم يلعب في يعني المراكز نجم يلعب على الأطراف ما نساويش معناه فريق جديد على أنيس بن سليمان بطولة جديدة كان يلعب في الدورة الدنماركي دونك من بعد جل البرمير ليج مهمة مش بتكون سالة بالمسليمان لكن الملاعبي ملاعبي عنده إمكانيات خاصة على المستوى البدني اللي تعاونه برشا أنه يكون بتقلق في البرمير ليج دونك نتصور تدريجين بن سليمان بالمقابلات بش يلقى معناها فرصة أنه يكون أساسي في الفريق متاعه وبش يقدم معناه موسم ممتاز إن شاء الله في البرمير ليج وعلى الأقل نشوفه معناها ملاعبيتنا قاعدين يلعبوا في البرمير ليج وحاجة به بالنسبة المتخاب له طريق تونس أكيد احنا نتمنى أنه يكمل وانا متأكد معناه برشا ناس متأكد أنه إن شاء الله بش يخو تونجوب شوية بشوية خاصة أن نسمى سليمان أنه دفعت فيه فلوس معنا شي فلدي بنيت الدونك نتصور على الأقل بش يخو فرصة وكاملة في الفريق هذية علي الكعبي من عرش كان عندك تعليق على إنس بسليمان خاطر أنت بحكم خطك في الجامعة نتصور تعرف شوية الملعبية هذوم بنسليمان لكل ما وهذه اللي قالها هو استنجوار بوليفالان ينجم العبكي كونتري درواء ينجم العبك استيران كاوري لير ينجم يلعب على الكلور درواء فهمتني ولا لا استنجوار أنا يعجبني برشا كامل ينجم يكون مهم جوار مهم ركيزة كبيرة في المتخابة التونسي أنا أحب أن نمشي لللياس العشور اللي أنا اكتشكته في المتخابة بصراحة نجي معك ليس الإيس العشوري خريف عليك لحظة بش نعطيه جوزت المعلومات أنه ليس العشور يكون بش نحكيه عليه لكن هو بش نحكيه عليه توها ومنظمة حديثة لكوبينهاغن الدنماركي اليس العشوري لعب ثلاثة مقابلات الهدف والسيست بارخ باركة كان سجل هدف وأول هدف ليه مع كوبينهاغن فريقه الجديد واللي هو تقريبا أكبر فريق في الدنمارك البارح فريقه فيز على أودانسي 2-1 في الجولة الرابعة للبطولة الدنماركية أني لياس العشوري عفواً سجل الهدف الثاني وهدف انتسار فريقه في الدقيقة 90 معناها لاعب حاسم لياس العشوري ويأكد ويكونفيرمي المردود خاصة خاصة اللي شفناه في مقابلة الجزائر الأخيرة مع المنتخب هو كان اكتشاف بالنسبة للراي العام الرياضي في مباراة الزايد بصراحة عنا برشا مش هفناش اللعب أشوال بسيقليصار كوارجي فنان يعرف الأمليح الكورة يطلب الإسباس كان هو حنابال بصراحة تكاملوا بكافية كبيرة نعتقد اللعب هذي بالطندج أكثر بش يكون عنده مستقبل هاي في المنتخب متاعنا ينجم يعمل إضافة كبيرة سورتول يقعد يلعب تيتولير اك شفت انت الشيفر يتكلمه حادم تلزلسيه هدف إن شاء الله بالوقت يكون مردوده تصاعدي إن شاء الله يضيف الإضافة لفلوس الميدان والهجوم تعال منتخب التونسي وهذا أهم حاجة شكري زعلاني يظهر اللي تتبع بارشنت المحترفين وخاصة اللي يصل عشوري اللي عمل نجم قلو ببالية أخرى مع كوبينهاك يمكن تقل الفريق زي واللي معروف حتى أوروبيا معناه الفريق ينسير هو سورتو معناه كوبا ليغ ولا يرعب الليغ كونفيرانس مليعبي يعني تلقى موجود في فريق دنماركي وخاصة القيمة تسويقية متع المليعبي والموطان الترانسفير اللي مشابيه من فريق الفريق في حدود 3 مليون دورو دونك تعطيك إنه الفريق معمل برش على العشوري واللي شوفناه خاصة بداية الموسم الممتازة 90 دقيقة عبد البارة 90 دقيقة وخاصة معناه كان حاسم مع الفريق متاعه وسجل هدف الانتصار وخاصة معناه المقابلات هذو ما يعطيه برشة كونفينس المليعبي وشوفنا المردود متاعه زادة راو نصور إنه معناه الرندمان بتاع المليعبي تأثر زادة برشة بالمردود يقام به مقابلة الجزاء لأنه أي مليعبي معناه يكون في موجود في بطولة في فريق معناه دي سوغان بلان خلينا نقوله في البيئي اللي يلعب فيه واللي انترنسيونال يأخذ الانترنسيوني حتى على المستوى المادي واللي الأمور أفضل وحتى على المستوى اللعب والمستوى الفني المليعبي يأخذ أكثر ثقة في روحه وذلك عليش معناه نشوفه التألقى بتاع العشوري خاصة بعد مقابلة الجزائر الأخيرة لقد فهم مستوى الحقيقة كان مفاجأ لناس كل المستوى رائع تفهم كبير في وسط الميدان مع بقية المليعبين نجم نقوله ميلاد لاعب جديد وممتاز في الرواق الأيسر المتخبتونس إن شاء الله إن شاء الله علش لا بينسوي راحنا ديما نحبه المليعبين خاصة تكنيك مو يبدأوا عندهم إمكانيات معناها منذ مدى مع الشيخاوي مع معناها خاصة يوسف المساكني اللي خلينا نقوله مزال عندهم مكان في المنتخب لكن فانسيك نصب المتخب دونك الحب والمليعبين عندهم كيمالعشوري كيمالسليمين كيمالطالب مليعبين فانسانك فانتكاتخون اللي مش يكونوا معناها ركاز المنتخب الوطني التونسي في الفترة المقبلة إن شاء الله